الراديو 9090 هواها مصري انها تبقى سنة حلوة يا رب على الجميع دي امنيتنا كلنا انها تبقى سنة سعيدة يا رب على الكل علشان كده الناس كتير بتحب تعرف العالم الفلك بقى والابراج مخبلنا ايه وبيقولنا ايه يمكن انا بقى من ضفتنا النهار دا المنورونا وجارنا من تونس الخضراء يعني العزيزة بسمها الحنائي في مسائق زي الفل ومنورونا مسائق العسل يا عسل يا السلام بصو مسائق الحب والسلام يا شكر وامتينين المصر مصر جئتك يا عاشقة يا مصر الجميلة جئتك يا عاشقة وانا دائما ازور مصر بكثير من العاشق وكثير من الحب ونعتبر روحي في بلدي ثاني والحمد الله في مصر لحق الناس يسر اخلاقهم جيدة يسر يفرحوا بك كرم الضيفة فات الحد كل يوم وانا مضاي فيني على وزن البلد الكبير مصر القلب الناب وانا العربية حببتي وش كل ما يحبش مصر محدش مين اللي ما يحبش مصر نجمش ملعين ما تعليش على الحاجر حببتي نورة الدنيا ونورة مصر شكرا يمكن ناس كتير بقى يعني ايه عندهم بقى ما لنهاردة تقول لنا اخبار حلوة وتقول لنا اخبار الابراج في عشرين عشرين عامنا ازاي يمكن انت قلت لي خبر او حاجة معلومة جديدة اول مرة اسمعها انه كل واحد مش عنده برج بس لقد عنده خمس ابراج طبعا وفي حاجة اسمها ابراج قمرية وابراج شمسية طبعا هو لما نقوله برج نتحدثوا على البرج هو البرج الشمسي جزء فقط لما نقوله شايماء يعني ويكونوا اربعة من الناس اسمهم شايماء وانا ديوا شايماء يجيون الاربعة لكن لما نقوله شايماء حافظ كذا تولي فما خصوصية وفي الابراج فما خصوصية فما البرج الشمسي اللي هو اصله بيبلي البيبليين هما اللي بدعوا وهما اللي علم الفلك هما اللي حطوا البذرة الاولى ومبعد الفرعنة ومبعد اليونان القديمة واثينة ومبعد انتشر العلم هذية اللي هو العلم الفلك اللي خاص بالمنطقة متعنا فما الابراج الصينية فما الابراج الهندية فما الابراج متاع المايام متاع الكالاندرية مايام يعني كثير من الأبراج بس إحنا خلينا نختصر الموضوع عشان إحنا مش نتحطوا على اللي هم منطقتنا إنتي مش فهمة تلفات مش رادية تسكت وناس كثير عمالة تبعت وكلو عايز يطمن عشرين عشرين أخبارها إيه فإحنا هنطلب منهم إنهم دلوقتي يبعتوا لنا إسمهم وكمان تاريخ الملاد يوم وشهر وسنة فقط والإسم الصحيح لأن بكل إنسان من إسمه نصيب طاقت الإسم تقام وهم كثير يعني يه الإسم الصحيح إسم صحيح مش بسودو يعني بمعنى مش إسم مستعار على الفيسبوك أيوة يعني مش عاشق السماء مش طير الجريح عايزين مثلا أحمد هيكلمنا محمد هيكلم طب إحنا معنا أحمد زيك يا أحمد زيك يا أحمد الحمد لله أخبرك إيه أقولي يا أحمد أنت موليد شهر إيه سنة إيه موليد ده أربعة واحد دي أسل صوة 25 أربعة واحد خمسة وتسعين آه برج الجدي هذي يعتبر من المحذوذين هو برج الجدي الشمسي وفي القمر يمتعه برج العقرب لأنه يخو مواسفات برج الخنزير الصيني بالأبراج الصينية يطلع ويخو العقرب يعني هو عنده 70% شمسي متعه جدي وعقرب يعني هذا ينبشره ببرشة خير اسمع البشرة بتعطيك يا أحمد ركز ونقول له يا أحمد يا أحمد أنت إنسان الناس تعطي فيك ثيقة وأهل ثيقة وإنسان عارف شنوها تعمل في الحياة لكن تعبر على نفسك بطريقة خاطئة من ناحية العاطفة حاول في 2020 هذية بيش تكون شوية رومانسي أنا وخليك حساس ورومانسي لكن سنة تبشر ببرشة خير وهو بتبيعته برج الجدي من 2 ديسمبر ادخلوا المشترى المشترى ساعد السعود وهو الداعم لقوي البرج الجدي الحظة اللي بشي يجيهم أثناشن سنة عنده مجيهمش يعني آآ يعني حظهم حلو في 2020 أكثر ناس عندهم حظة أثناشن سنة الحظة دي ما روهش يعني يعني بقى لهم 12 سنة محرومين من الحظ لا لا هو المشترى يدخل كل برج يعمل دورته كاملة كل أثناشن سنة كل أثناشن سنة يدخل البرج وهو يعتبر أكبر الأجرام السماوية في المجموعة الشمسية متاعنا وهو لما يدخل البرج يعطيه الحظ لأنه الحظ الأكبر يعني بالنسبة لأحمد فالكثير من الحظود وخاصة ماجيا وعمليا هو إنسان يبحث على ترقية أو صعود يعني في ترقية في 2020 أكيد بقدرة ربي لا يخدم على روحه في ترقية هذا البرنامج برعاية العربي صناع الثقة لسه بنكمل معك وأزبط مودك على الراديو 90 مساء الفل على كل السميع اللي بيسمعونا في كل مكان 1-9-9 رقم الاسمس تليفوننا 2-18-10-8-66 صفحتنا على الفيسبوك فيسبوك سلاش الراديو 9090 زي ما قلتلكم خبيرة الأبراج والطاقة بس ما احنا فيه موجودة معانا النهاردة عشان تقول لنا كل حاجة عن 20-20 كل مطلوب منك على 1-9-9 أو على تليفوننا أو على الإنستجرام أو على أي وسيلة من وصال التواصل الاجتماعي الخاصة بالراديو 9090 تبعت لنا وتقول لنا اسمك الحقيقة مش اسم الدلع ولا اللقب وتاريخ الميلاد واحنا هنقول لك أخبار 20-20 معاك إيه بسمع انا شايفة ناس كتير عمالة تبعت لك عمالة تبعت لك نعيش منقلقش من يقول لهم نحبك أيوة هم كمان بيحبوك جدا طب تعال نشوف نعمة أخبار هي زيك نعمة الحمد لله عملا إيه زي الفول انتي أخبارك إيه الحمد لله يلا بسمع معاك زكا دكتورة زيك نعمة محليه اسمك انتي نعمة اسم على مسمى يا حبيبتي بالنسبة لـ 2020 انتي برج العقرب طبعا برج العقرب سيفة عامة في طليعة المحبوظين نعمة نعنوعة زيك سنة 2020 امتي داد 2019 لأنك 2019 تعشت كثير من الأحداث الإيجابية وإن شاء الله من الحسن إلى أحسن وممكن ياسر عندك توقع منروح في انتظارك في 2020 يا للا الله الله في بصي فيه خطوبة شكلها هنقول مبروك في حاجة فعلا أوه إن شاء الله توقع منروحة يعني مش أي كلام توقع منروحة أنت مخطوبة دلوقتي أو حاجة؟ لا يعني أسبوعين كده لحاجة أهو شفت الستة إيجابيك توقع منروحة جاي مهزرش يلا مبروك مقدما يا نعم ألف مبروك يا نعم سنة حلوة عليك يا رب طيب يعني ناس كتير عامة تقولك طب هو إيه البرج القمري وإيه البرج الشمس الفرق بينهم أحنا موجودين في الكرة الأرضية أقرب أجرام سماوية لنا هما القمر اللي هو أقرب جرم والشمس اللي تعتبر مصدر الكون والهي شوعة عنروح يعني والأبراج هما مجموعات نجمية وإحنا نتأثروا بالذبذبات بتاع المجموعات النجمية هذه ونتأثروا بالطاقات الكونية اللي حوالينا البرج القمري هو يعتمد على حساب قمري يعتبروه السينيين تقويم لهم هما والبرج الشمسي هو البرج البابلي اللي متعودين به ناخذوا الظاهر الظاهر هو الشمسي والباطني هو القمري 70% من اللي روه الناس و30% هو الغير الظاهر أو الباطني يعني كما العقل الظاهر والعقل الباطني هما اثنين يكملوا بعضهم لأننا احنا اقرب هدوما اقرب الكواكب لنا احنا طيب احنا نلجح تاني بقى نعرف اكتر يعني على 99 ناس كتيرة جدا بعتاركوا على صفحتنا على الفيسبوك تعالوا نقول لكم واحد كده في السريع صافي سليمان صافي بس هولا اسمه الحقيقي محمد سليمان محمد 25-5-73- برج الجوزاء برج الجوزاء والقمر يمتعه برج الجدي هذا يقوله برج الجوزاء بصيفة استثنائية أثناء برج الجوزاء بيش يدخلوا كوكب الزهرة ويقعد 14 في 2020 معناه بش يكون من المحظوظين عاطفين عاطفين مش معناه زواج بركة معناه بش يكون الناس يحبوه بش يولي عنده اكثر قبول بش يجلب اكثر الناس يعني بش يكون يعني العاطفة دايما لما الناس بتقرى البورج ده مش معناه الحب ممكن تكون هو الحب معانيه الكبير هو الحب أحلى حاجة في الدنيا الحب هو معانيه الكبير حب ربي سبحانه حب الوطن حب الناس يعني الحب ماهوش مربوط بمناه وراج بركة أوكي تمام يعني هو من ناحية العاطفية بش يكون من المحظوظين جدا وهو سيمحمد هذي موليد برج الجوزاء وعنده الجدي معاه يعني هو الجدي دخله المشترع يعني هو محظوظ من الحظم اليمين ومن الشمال ما شاء الله يا سيد يا بغتك منة الله 27 8 برج العذراء هذي آه بس مش واضح حسن مش مشكلة نشوفوه على حسب الشمسي يا حمدين طلبت منه برج العذراء طبعا إلا كان المشتري في الجدي يعني الأبراج الترابية كل بش يكون محظوظة ومنهم برج العذراء ممكن كان عندها مشروع سفر ولا حاجة متع سفر ربي سبحانه بش يحللها أبوي بالسفر ولا تنقل ولا دراسة عليا ولا أي حاجة إن شاء الله في بيتها التاسع بش يكون محظوظة كثير ومنها منه هذي عندها كريزمة خاصة يلا يا ستي فيه كمان مين تاني فاوي الصغير نور اسمها نور 18-11-1980 آه برج العقرب اليوم متبعنا كثير برج العقرب آه عرب محظيز دلوقت 80 آه شنو أسؤالها لا هي مش محددة السؤال هي بتقولك أخبارها عشرين عشرين إيه آه أخبارها برج العقرب هو من المميزين ومن المحظوظين بشوا يا جماعة العرب عشرين عشرين جيتك فلوس 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 كشات كشات فيه كمان آم 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 أوكي فريال فريال واحد وعشرين عشرة واحد وعشرين عشرة أربعة وتسعين برج الميزين وخطبها تلاتة وعشرين ستة أربعة وتسعين تلاتة وعشرين بس مش كدب اسم خطبها سرطان تلاتة وتسعين طيب آه آه ذه التوافق جيد لكن فيه برشة كثير مد وجذب وفيه برشة تشناك أو بينه أخبار العلاقة بينهم إيه في عشرين عشرين هما الاتنين أخب العلاقة يلزمها شوية صبر يزبروا على بعض برج السرطان المزيجي جدا مشي تعبها برج السرطان ها متعب طب تتغير الموضوع اللي ايه لا لا ما تغيرش لكن تعرف كيفاش تاخده دي بالمسايسة يعني أوكي اللي منورانا من تونس خبيرة الأبراج والطاقة اللي بتقول لنا أبراجنا عاملة إزاي فيه منوحنا في الفاصل ترفونادي كتير جات نجاوب عليها وبعد كان نشوف إسراء هيبقى وضعها إيه طيب عندنا السيد خمستاشر تلاتة سبعة وتسعين عايز يسأل عن الحب أحلى حاجة بيش تحصل له في الحب هو برج الحوت وعنده معاها الجدي أحلى حاجة بيش تتقع له في الحب إن شاء الله في فترة عيد ميلاده بيش يكون معاها شريك الحياة يا سيدي يعني هتحتفل بعيد ميلادك معاك شريكة حياتك معاك نيفين 22-3-92 نيفين عايز يسأل عن الحب برضو العاطفة أحلى حاجة في الدنيا الحب الحب أحلى اللوف لوفا مش أخلى منها نيفين بالنسبة لها هي في العاطفة كثير مقبولة نيفين لكن هي دي ما عندها الاختيارات ومترش تختار تعلم تختار في 2020 لأنك عندك اختيارات كثير اختيارات كثير وعندك شخص مميز جدا 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 والنسبة كبيرة شخصة دي قد يكون أكبر منك شوية فرق سن كبير وإلا فرق سن ملحوظ لكن مش تعيش معها سعادة اللي عمرك كامل تحلم بها إن شاء الله يتشارة من عندينا في بوشرة هي قتلك هي نيفو نورهان 29.5.94 عايزة تسأل عن الشغل وجوزها 2.2.89 عايز يعرف أخبار الفلوس مع إيه نورهان برج الجوزاء برج الأذكياء يعني زكية وقوية وإنسانة حدثية جدا إن شاء الله عندها تقدم في الشغل أكيد 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 وعندها تغيير من مكان إلى مكان بالنسبة لزوجها 2.89 نشوف فيه إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله جايته فلوس من حيث لا يحتسب الله الله يلا إنور هنبتدي أعملي لست الطلبات أموال بوزي جيل وأموال طيب فيه هاشم 8.1 سنة 51 عايزة يسأل عن الصحة والشغل أكبر برج الجدي انفراجات بالجملة الأستاذ هاشم انفراجات بالجملة صحيا إن شاء الله هنقوله جايه طاقت استشفاء على خطر هو تعب شوية لكن طوى طاقت استشفاء والشخص هذا كثير إنسان طيب ربي دي ما فتحها في وجهه إن شاء الله ربي يزيد يفتحها في وجهك يا سي هاشم العشرين وعشرين مباشرة بالخيرات لكل يا سلام طب تعال نعرف إسراء إسراء قفلت طيب هنلجع تاني نعرف بقى كل واحد فيكو عايز يسأل بسمة عن برج ومخبيل وإيه في عشرين وعشرين بس ابعت اسمك تاريخ الميلاد وحدد السؤال اللي أنت عايز تسأله عايز تعرف أخبار الصحة إيه في عشرين وعشرين الفلوس الدراسة الحب معنا خبيرة الأبراج والطاقة بسمة الحنايفي وبتقول لنا بقى من تونس أخبار أبراج ما إيه في عشرين وعشرين بسمة يعني أنا الناس كتير عملة تبعتلك والتليفون ما بيسكوتش مش تبي فاهمة يعني مرحبا بيهم أنا نحبهم كتير كتير وهم كمان بيحبوك وليلي بقى سامح هو ستاشر اتنين ألفين وحد وخطبته هم سابوا بعض اسمها نورهان ستة وعشر حداشر ألفين وحد هيرجع ولا مش هيرجع برج الدلو هي برج القوس نشوفها ما رجوع وهي تحبه لكن كات من في نفسها حاول أعمل خطوة لأنك أنت هاكا شوية مظهر روحه لابو بيلي لكن هو يغلي نحي اعمل شوية مجود يا سامح يعني ابز المجود وحسسها بالاهتمام والحب هو من داخل عكس يعني هو الجوية عكس اللي مطلعه يعني ما يعبرش على نفسه بالطريقة صحيحة عبر على نفسك وأفتح قلبك وكلمها مش ترد عليك بإيجابة كيما يحب قلبك والبنية هذي تحبك لكنها متغاضة شوية منك هم تلقى كلام يوجع ما نستوش طب حاول تنسيها الكلام يا سامح عوض أربعة ستة أربعة وسبين أربعة ستة برج الجوزية برج القتكية ما هو سؤاله؟ العاطفة أخبرها في عشرين عشرين العاطفة وما أدراك ما العاطفة هذي إن شاء الله محظوظ عاطفين هو كتير محظوظ عاطفين لكن هو مطالب ومتطلب وعقلاني جدا حاول بش تنازل شوية على خاطر ربا نشوف عندك توأم نفس وعندك رفيق الروح إن شاء الله في 2020 وخاصة خاصة ابتداء من شهر خمسة ستة نصف الثاني متاع 2020 مش يكون نقطة فارقة كثير في حياتك وبش تلقى إن شاء الله رفيق الروح يا رب إسراء معينا على التليفون زيكي إسراء هلو السلام عليكم وعليكم السلام أخبارك إيه؟ الحمد لله سلام وأنت عمزة إيه؟ أنا ميا ميا أنت حلوة؟ الحمد لله طب يا رب دايما قولي تاريخ ميلادك يلا إسراء وعايز يسألي على إيه بالزبط أنا ألفين معلود ألفين أحداث العشرة حداشرة عشرة برج الميزين السياسي الدبلوماسي أيوة الميزين كلك جميل كلك على بعضك حلو أنا حافظ في الجميل يعني ما دمازل إسراء عايز يسألي على إيه؟ مثلا إيه لا يعني هاجم مشاكل ولا حياتها تبقى صعبة ولا إيه بالزبط عايز أعرف يعني طب عايز أعرف حياتها في المجمل عشرين عشرين هتبقى حلوة ولا فيها مشاكل هي حتبقى حلوة كثير لكن أنت نقصي شوية من العصبية الراديو تسعين تسعين لسه مكمل معاكو أصبط مودك لسه مكمل معاكو ولسه معاكو شايماء حافظ مكملين مع بسمة الحنفي منورونا من تونس خبيرة الأبراج والطاقة بتقول لنا النهاردة أخبارنا في عشرين عشرين عاملة إيه؟ طيب فيه جورج اتنين اتنين واحد وتمانين عايز يعرف أخباره إيه؟ آه ده برج الدلو أيوة الدلو 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 البرج الحلو أيوة الحلو وعقل الكون أخبار شنو؟ أخبار ماذا؟ يا جورجي مش تقول عايز تسأل عن إيه بالزبط ينفع كده ينفع ما قالش يا جورج أنت أنت معلموا والناس منك تتعلم يا جورج وحمد نصف كمان بعث لنا أقول ما عايز تسأل عن إيه بالزبط أنت إنسان حيوي وحركية إن شاء الله انفراجات كبيرة وخروج من النفق خرجت من النفق خرجت من النفق يا جورج وخرج للذوق إن شاء الله وفهم كثير 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 مفاجئات سارة لك أنت برج الدلو الهوائي وعندك معاك العذراء يعني إنسان منظمه وفهم أشياء يزمك تنظمها طيب موما يعني إيه بعته اسمكو الحقيقي بلاش الاسم المبهم ده يعني ياريت الأسماء الحقيقية مش اللقب أو الأسماء الحركية علشان لازم البرج بيقولك إيه بقى كل واحد ليه نصيب من اسمه صح؟ كل إنسان من اسمه نصيب طيب إيه حكايت بقى لكل إنسان من اسمه نصيب دي مثلا أنا اسمي بسمة أنا ما كنتش نعرف الموضوع هذا لما قريت الطاقة قالوا لي اللي يلزم ناخو من نصيب الاسم قلت سألت الناس اللي تعرف قالوا لي بسمة يلزمك زيما تبتسم لما لما وليتنا بتسم الدنيا ضحكتلي وتحلتلي كثير من المبين والحمد لله قاعدة ناخو في الحظ من اسمي أنت شيماء يعني المعنى الاسم الشيماء هو من الشيام من الأخلاق شيام الكرم يعني ديما فقري لربي سبحاني علش يقول لك اش سميك ربي يعني هو طاقة شوف قدش من مرة مني تولدت كم مرة منذ تولدتي إلى الآن تقال الاسم هذا في طاقة تبع فيك طاقة الاسم يزم نتبع شيام الأخلاق تقول أنا اسمي شيماء سأخذ النصيب من اسمي اسمي أمل يزمني ديما ناخذ الكلمة الأمل الذي كان أخذ منها النصيب منتاعي وقول أنا عندي أمل بس في ناس ببقى اسمها مثلا فرح وما ملهاش دعوة أي نوع من المال هي ما تعرش هي زي ما تاخو ما فهماش إنسان ما عندوش دعوة بالفرح كلنا عنا الفرح هو اختيار أن تكون سعيد اختيارك أن تكون تعيس هو اختيارك إنسان إرادته حرة ويقدر يكون سعيد في أي وقت في أي ظروف طيب مينا 27-9 97 عايز يعرف أخبار الحب والشغل 27-9 برج الميزان لا أبعاتي أنت عايز سأل عليه بالزبط أخبار الشغل ستكون مميز إن شاء الله 2020 برج الميزان من المحظوذين واجتماعيا مش يكون فيما حركة اجتماعية قد تتعرف على ناس جدد ولا يدخلوا الناس جدد لحياتك من ناحية الأموال ما تدخل حتى حد في قراراتك خذ قراراتك لحالك خذ قراراتك لوحدك يا مينا طب أخبار الحب مع إيه الحب يجب يحب نفسه لأنه عايش للآخرين الشخص مضحي شامع بتحترق مينا شامع بتحترق طيب لسه بقول لكم ابعتوا أسميكم وعايزين تسألوا على إيه مع تاريخ ميلادكو يعني ويسأل عايز عن الحب عن الشغل عن الدراسة عن السفر عن الفلوس حدد سؤالك عايز تسأل عليها لتكون الإجابة محدة لك أنت كشخص طيب بش ننتحدث ونتحدث عليك أنت كشخص من الكلام في المجمل أحمد ناصف آآ 23 واحد 99 عايز يسأل عن الصفر إحنا يسأل كثير معنا طاقة برج الدلو تحية برج الدلو هم مختلفين برج الدلو آآ يعني ديما تجدهم يهتموا بالمورائيات آآ برج الدلو يحبوا الأشياء هذه عالصفر آآ فما عنده صفر وعنده تحركات إن شاء الله مسافر يا أحمد وفي صفر مسافر زاده الخيال لكن لو كان بيش تقدم ملفات ولا شيء آآ انتبه الملف يكون كامل لأنه ممكن تتعطل في أوراق ولا شيء كهذا يعني لو هتقدم على فيزا ركز في الورقة كله مزبوط عشان ما فيش حاجة ايه تعطل لك السفرية طيب عندنا آآ جمعة 16-881 آآ ما شاء الله عليه آآ هو هو آآ استزجمع عنده سنتين آآ كابسة شوية مع هالأمور الاقتصادية مالدية يعني كابسة شوية لكن فما إن فيها جيت آآ أكثر من إيجابية وخاصة شهر ثلاثة واربعة وخمسة فما دخول آآ جيد متاع أموال وفما سيولة بس تدخل ليدك ناحية الاجتماعية نشوف فيه هو إن شاء الله إن شاء الله عنده تغيير اجتماعي على أواخر الفين وعشرين بش يكون عنده حاجة جديدة نيو 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 عندك نيو حاجات نيو ألاق بقى خمسة وعشرين اتناشر اربعة وتسعين عايز تسأل عن الحب والنجاح آآ هذي برج الجدي من سنة سمحني آآ خمسة وعشرين اتناشر سنة يا أحد ها أقول لك خمسة وعشرين ألاق خمسة وعشرين اتناشر اربعة وتسعين اربعة وتسعين هذي هي برج الجدي ومعها الميزان أيوة تسأل على الحب الحب وما أدراك ما الحب الحب معانيه الكبار يعني الحب إن شاء الله مش يكون عندك موعد مع الحب أكيد 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 لأنك أنت برج الجدي والمشترى في الجدي لكن حذر المشترى آآ يأتي بسرعة ويذهب بسرعة وبرج الجدي هاكا بطيء شوية يعني لما تجيك فرص اقتنسي الفرص طيب أزهار آآ أربعة عشرين اتناشر خمسة وتمانين عربعة عشرين اتناش كذلك برج الجدي من المحظو نمبر وان السنة الذهبية لبرج الجدي يابقى احنا كمان هنه هو دخل الحظ من من اتنين ديسامبر طيب آآ أزهار اربعة عشرين اتناشر خمسة وتمانين تقوص صح ولا جدي لا آآ جدي جدي وعايزة تسأل على جزها إبراهيم ستة خمسة تسعة وسبعين وعايزة عرف أخبار إبراهيم في الشغل ايه السنة دي عشرين عشرين أخبار الشغل ايه آآ ان شاء الله ان شاء الله خير على فكرة آآ أزهار هي جميلة الشكل موجها بدور ودوجها كذلك جميل الشكل هم هكا أحساسي قايل لي طب أخبار الشغل إبراهيم ايه أخبار الشغل كويسة هم لكن يلزم يبدل استراتيجيات ويبدل تكتيك بتاع الشغل غير التكنيك يعني غير الخطة بتاعتك غير كثير من الخطة خمسة تلاتة أربعة ولكن فما الناس حواليك حاول تعابل مع الناس الجد هم لأنه شوية يستغلوه الناس برهيب تيبها متعود خلي الناس تستغل طيب إسراء عشرين أربعة أربعة وتسعين وعايز تسأل عن العاطفة والشغل بصي هو كل الناس عايز تسأل عن عاطفة والشغل والفلوس أحلى حاجة في الدنيا فيش أحلى حاجة من كده والله طيب قولي لنا يلا سراء سراء قدش عشرين أربعة أربعة وتسعين آه هذه برج الحمل الناري فما تغييرات إيجابية بديت لها من 2019 إن شاء الله فما حاجات هيبقى عندها عشرين عشرين من هواها مصري لسه بنكمل معاك ولسه بنورونا في الستوديو باسمال حنافي من تونس الخضرة خبيرة الأبراج دون سيليو أجدع ناس يعني وعايزين بقى يعني ناس كتير جدا عما لا تبعث لك بس تعال نجاوب على كام سؤال كده وبعد كده نعرف الأبراج الأكثر حظا في ألفين أو عشرين عشرين آم أحمد خليل تسعة تشر تمانية سبعة وتمانين مهم تنوي سؤاله خطبته نعمة مهم تلاتة عشرين ستة أربعة وتسعين آي برج السرطان مهم عايزة أعرف علاقته هتبقى عاملة إزاي في عشرين عشرين إن شاء الله باش تكون علاقة آآ جيدة وخطيبته هي اسمها نعمة وهي نعمة في حياته وطلحها طالع خير عليه وفهمت توافقات كبيرة ما بينتهم لكن ما يدخلوش العائلات في العلاقة ما تحشروش العائلات حلوا مشاكل كل واحدكم منا طوله سبعة وعشرين تمانية ألفين وخمسة آآ برج العذرة هايزة أزال عن الحب أخبار العلاقات العاطفائي آآ جميلة جميلة وعندها عينيها كتير حلوين إن شاء الله تسمع فينا وتعطيني التعليق على عينيها المزينين قوليننا يا منا عنيك حلوة عينيها حلوة كتير آآ وعندها أكثر من عرض في ألفين وعشرين هتعادي وتبدللي سيأتينا اثنين عروض في نفس الوقت آآ وتكلمني نفس نختار لها آآ أكلمين أنه نختار معيك نساعدك في الاختيار جميلة آآ آآ واحد وعشرين خمسة خمسة وتمانيين عايزة تسأل عن الحب والشغل أخبارهم بإيه آآ جميلة 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 الحب والشغل جميلة واحد وعشرين خمسة هي تعتبر برج مركب الأبراج اللي من ثمنتاش لاثنين وعشرين دي ما يخضوا من البرج اللي قبلهم يعني تاخو شوية من برج الثور وتاخو شوية من برج الجوزاء ونقول لها في الحب يا جميلة إن شاء الله فما نشوف فيك بش تلبس خاتم وتكون فرحانة ياسر بالخاتم هيدا إن شاء الله والشخص اللي ممكن مش ترتبط به أما في مسافة بعيدة ولا عايش البرى ولا أجنبي ولا حاجة ماريام عشرة أتنين تسعة وتسعين برج الدلو وجوزها تسعة وشين عشرة ستة وتمانين تقول لك أخبارهم إيه في الشغل والتوافق مع بعض توافق إيجابي جيد ونلزمها تحتوي شوية زوجها لأنه عصبي لكن طيب 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 عنده رد انفعالي صعب أما هو إنسان طيب يعني هو طيب كشكشيها ما تعرفتها وشية مالي لا لا أنظر الإيجابيات ما تركسها بصي عنص كبال مليان طيب وليد عشرة أربعة تسعة وسبعين برج الحمل أخبار الشغل إيه معي أخبار الشغل بش تكون فما تغييرات ويزم يسعى للتغيير تغييرات ممكن في العمل تغيير من مكان إلى مكان تغيير في تغيير طيب في تغيير التغيير هو اللي بش يصنع الفارق في حياته زهرة زهراء تمانية وعشرين أربعة تسعة وتسعين دراسة أخبار هاي برج الثور كلها أمور برج المال والجمال دراسة بش تكون مركزة وإن شاء الله هي دي ما تحب روحها نمبر وان ستكونين من الأوائل في عشرين عشرين يا حبيبتي طب يا مسهل في أحمد إبراهيم بيقولك سبعة تسعة تلاتة وتسعين الشغل أخباره إيه برج العذراء الأمور بيش تتحسنوا فيما تطورات كبيرة من ناحية العمل لكن عبر عبر على طلبتك عبر ما تكتمش ما حدش هيشم على ظهر إيدو عبر له في كمان سلامة جمعة أيوة سلامة جمعة سبعة وعشرين فبراير سبعة وتسعين قالك الدنيا ملطشة معايا حليها بقى لا بقدة ربي فما الخير سبعة وعشرين سبعة وعشرين اتنين سبعة وتسعين هو برج الحوت وسبعة وتسعين الجدي أنت إنسان كثير صعب أن يرضيك صعب رضعك ما يعجبوش العجب ما يعجبوش العجب ولا سيمفرجب طب هنعمل إيمال أستاذة لك الدنيا ملطشة معايا لا مش ملطشة الدنيا حلوة هو اللي مش عاجبه بس تفهمها بس تفهمها وما تكونش كشكشها كده هو برج الحوت حساس حساس أكثر من اللزوم لكن ما شاء الله عليه في شغله كثير مميز الشخص هذا عايزين بقى في السراك إحنا وقتنا بيطير إحنا فضلنا دقيق صغنونة جدا الأبراج الأكثر حظهم في عشرين وعشرين هو النسكو اللي عندها حظ 12 برج عنده اللي 12 برج مبسوطين موزعين عليهم طب مين أن أكد عليه لأ لا لطف علينا من كد علي سمع فينا إن شاء الله تكون أفرح أكثر واحد في الحظ هو برج الجدي يليه الثور ثم برج العقرب ثم القوس ثم الحوت ثم السرطان والجوزاء بيش يكون محظوظ جدا في الناحية العاطفية في الارتباطات 8-15 في الترتيب لا فمش حتى وعد رقم مش كل عندهم حظ كلهم محظوظين الميزان بيش يكون محظوظ في التغييرات ممكن يقالوا تغييرات برج سنوري مقنس علي الجدي هو نمبر وان طبعا عن العذراء اللي كان نوين على صفر ولا فما موضوع صفر ولا شيء بالصفر بش يكون بقدرة ربي سكت الصفر مفتوحة مفتوحة الناس اللي نوين للصفر دراسة أو بعثة أو تغيير أو أي شيء بش يكونوا مميزين في عشرين وعشرين الأسد بش يكون عنده نصيب الأسد من الحظوظ في الجميع الميادين وخاصة المرأة الأسد بش تكون عندها كاريزمة وحضور خاص جدا برج الحوت بش يبعث رسائل ويستقبل رسائل روحانية بعينيها خاصة المرأة الحوت وخاصة النس اللي تخدم في الإبداع من برج الحوت نشوف اللي 2020 فما كثير من موريد برج الحوت بش يكون في اسمهم الشهرة إن شاء الله دلوا زادا عنده الحظوظ متوفرة مع الأصدقاء مع مع علاقاته الاجتماعية بش يكون نجم اجتماعي الثورة خباروي الثور يلزم هو الثورة عنيد يلزم ياسع على التغيير لأن أورانيوس تخل من عمنا والبرج الثور طالب منه التغيير صارت له رجة في حياته وثورة كبيرة يلزم يتبع التغيير الثور من المحظوظين جدا جدا ماجيا وضعية برج الثور نساء أمريجي اللي صغار اللي كبار محظوظين بش تكون بواب الحظ مفتوحة والناس اللي يمنوا بالحظ يلعب ولا على تصادف لا ديهم أرث ولا حاجة العقرب دي مميز جدا العقرب والقوس كذلك القوس البرج القمري وخاصة الموليد 1948 1960 1972 1972 1984 1984 2008 هذو ما السنة هذه سنة الفقر السيني اللي هي تاخهم الفقر الفارة مش الفقر 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 السيني بش يكونوا كثير كثير احنا عايزين خمسين حلقة مش حلقة عشان نكفي كل الأبراج وكل الناس انا بعتقد